أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر حباه الله بموقع استراتيجي متميز نعمل على استغلاله ليكون موطنا لإنشاء العديد من مراكز البيانات وخلال اجتماعه مع ممثلين مجموعة انترو القابضة لاستعراض ملامح مشروع مركز كامت للبيانات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أكد مدبولي أن مراكز البيانات سيكون لها دور محوري في تقيق مستهدفات التحول الرقمي للحكومة المصرية ويعزز مكانتها في قطاع الخدمات السحابية هذا وشدد مدبولي على ضرورة الانتهاء من المشروع بالكامل بحلول نهاية 2030 للاستفادة من الطلب العالمي والإقليمي المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية